موسيقى أهلاً وسهلا يا فندي أهلاً بك أهلاً وسهلا الحمد لله يفي سير خبور بوري صح؟ أيوة سمك بوري طازة السمك بيتغسل كويس أهم حاجة السمكة تيجي طازة تتغسل كويس قوي 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 وتساب تنشف ما يبقاش عليها مية تنشف من المية اللي إحنا غسلنا بيها عشان خاطر تعمل فيه تتفاعل مع الملح ونبتدي نرسه كده أنت طبعاً بتتفرجنا بكمية صغيرة لما بتبقى كبيرة بترسوها في براميل خشب؟ في براميل خشب آه آه براميل طبعاً نضيفة ومخصولة زي الفل آه وبتبقى نفس الموضوع ده بالزبط بس بيقى في كمية النيل ما بقاش فيه جوري؟ لا فيه بس الكميات الانتاج بقى بقت الكميات الانتاج صغيرة آه فما بتبقاش موجودة طول السنة آه والبحري ما بيتملحش؟ آه السمك البوري اللي بيبقى طالع من مية ملحة ما يتملحش يبقى فسيخ بعد عشرين يوم من العملية اللي احنا عملناها ديت هتطلع السمكة كده بالزبط عشرين يوم من دي؟ آه يعني اشرح لي بقى الملح بيشد الرطوبة اشرح لي إيه اللي بيحسن؟ الملح بيتفاعل مع السمكة نفسيها ويسحب منها المية اللي فيها ويسويها الفراعنة هم الفراعنة القدماء المصريين هم اللي اكتشفوا دوت وهم أول ناس سووا السمك بالملح وانا بشتري بقى اعرف منين السمكة دي فسيخية كويسة ولا هتجب لي تسمكة؟ السمكة تبقى طلعة لحمتها اللحم بتاحها متماسك متجانز لون السمكة لما تتفتح يبقى لونها روز اه يعني انا بدوس هنا مش بلاقيها مش بتقع ايوة بالزبط ايوة تبقى مسكة نفسها نسيج اللحم نفسه متماسك لحم لسه اه لحم متماسك الله يفتع لحضرتك ويبقى من جوا لونها روز اه بتبقى دلعة وطعمها جميل وهو دوت اعلى حاجة كده الريحة بتقولي حاجة؟ الريحة لازم تبقى الريحة حضرتك مقبولة بتبقاش فيه ريحة نفازة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة